طيب لفتل النظر أيضا هو حجم الإنهاك الكبير الذي تتعرض له القوات الروسية الآن في الشرق الأوكراني كيف ترى هذا الشيء؟ قلنا نحن الأمريكان يعني يقودون الروس إلى المستنقع أيضا هناك هذا المستنقع يعني قد يطول لا تجره فقط إلى الشرق الأوكراني هي تجره إلى كل أوكرانيا لكن اليوم مثلا الأمريكان أو الغرب عندما أراد للأوكرانيين الصمود دعمهم بألف وخمسمائة صاروخ مضاد للطائرات لو دعموا الثوار في سوريا بمية وخمسين صاروخ لأسقطنا نظام الأسد من زمان لذلك المعايير الغربية والمعايير الأمريكية هي معايير مزدوجة في أوكرانيا يدعمون الجيش الأوكراني بكل التقنيات وبالسلاح لإنهاك روسيا وأنا أرى أن الأمريكان أخطأوا في هذا التكتيك العسكري لو دعموا الجيش السوري الحر البطل بالأسلحة الإلكترونية وبالأسلحة المضادة للطائرات لأسقطنا روسيا وبشار الأسد ربيبه المجرم على الأرض السورية لكن حقيقة أنا أخاطب السوريين جميعا والمسلمين عامة فليعلموا أن حقيقة بشار الأسد رجل أمريكا في المنطقة إيران رجال أمريكا في المنطقة روسيا جاءت بضوء أخضر إلى المنطقة داعمي الطرفين هم بأوامر أمريكية وكأن القاتل والمقتول يقتل على أيدي الولايات المتحدة الأمريكية بكل أسف بمسرحية طويلة كبيرة وهذه النصحة يبدو أنها تتكرر من جديد في أوكرامي ترجمة نانسي قنقر